السلام عليكم سوف نكملو سيسر ديال تمارين التحانة الوطنية فيما يخص الفيزياء الثمين ديال هذا الفيديو ديال 2011 دور الهدية وغلوم فيزيائي دونك تعتبر طريقة التقريخ بالكاربو 14 من بين التقنيات المعتمدة من طرف اللماء قصد تحديد أعمار الحفريات والصخور تبقى نسبة الكاربو 14 ثابتة في الغلاف الجوي وفي الكائنات الحية وعند موت هذه الأخيرة تتناقص فيها هذه المسبة بسبب النشار الإشعائي بمعنى أن الكاربو 14 يكون في جسم الإنسان ولفكاء الحي بصفاء وما تكون ثابتة وكما تهمون توقع التناقص الإشعائي عندما تتناقص تكنيات الكاربو 14 ثابتة تفتت إلى ذلك إذا المسبة لها تتناقص يهدف التمعين إلى دراسة نشار إشعائي للكاربو 14 والتاريخ به إذا المسبة للبطيات أعطيك عمر النسبة لنواة الكاربو 14 وعند مئة تساوي خمسة خمسة وسببين عام واحد U يتسمي 31.5 ميجاليكترون فولت وهذه دائما تتسميه لكي نحوله U ميجاليكترون فولت وكتلة الدقائق بالوحدة U إلى الكاربون والأزوت والإلكترون أعطيك الكتلة ذلك وعند أعطيك الكتلة ذلك بمعنى هذا أنه سيقع حسب طاقة ناتجة إذا حسب طاقة ناتجة تحتاج إما طاقة الربط إما الكتلة حسب طاقة ناتجة ناتجة الكتلة ناقص الكتلة المتفاعلات ومن الأحسن الكتلة تخليهم بالU ومن بعد 931.5 لكي تخشف ميجاليكترون فولت أما إذا أعطيك طاقة الربط ما فيها بأس نتكروه بالعلاقة إذا أعطيك طاقة الربط تدير طاقة الربط من المتفاعلات ناقص طاقة الربط تتخشف مباشرة بميجاليكترون مزيلا إذا نسمي الأسئلة إذا الجزء الأول نشاط إشاعي للكربون 14 نوعية الكربون 14 إشاعية النشاط يمتج عن تفتوثيات تلقائين وويدات الأزوت 14 أكتب معدد هذا التفتوث وحدد النوع النشاط الإشاعي إذا الكربون 14 تعطينا الأزوت 14 مثل 1x x 1 دقيقة ومشي تحدد أشار جميع كيف تحدد الآز أنه قانون يصدي انحباض الكودل وحفادي وانحباض وتخرج الآز وانحباط عشق كونية x حسنا أو إنها عامل Villa في الأخير، فأتي أعطي الأمrement سؤال لهم الثاني أعطي تركيب نواة المتبلدة مثل60 كما أعطي الأز Zug هي النواة المتبلدة من أذن تهكيب نواة المتبلدة إذا نقول ل Awakían دائما علمائك لد That's anib Drops العدد الفقاني ناقص عدد الإستثنة تقوم بعمل عدد المحنة وهذا الثاقة الناتجة عن تفت إستثنة كاربو 14 هذا الطاقة الناتجة أو الطاقة المحررة الطاقة المحررة تدع القيمة المتلقة لها الطاقة للتاقة والنتجة إذن ما تنظرون هنا كي نحسبوها الطاقة الناتجة عندك الكوتال تعطي الكوتال من المنتيج ناقص الكوتال المتابعة يعني الكوتال الأزود زائد الكوتال الإلكترون ناقص الكوتال الكاربون تخليك وشيبه ومن بعد تترفعش في 931.5 لكي تخرج لك المنجد هذه الطائرة تخرج سريبة لأن الطاقة فقدتها خلالها تحول تفاعل النمو تحول النمو بزيد إذن نسبة الثانية التاريخ الكاربون والدعاج ثم نقطع من طرف العلماء الحفريات على تنتال من الخشب شعبه ونشاطه الإشعائي 135 بيكاري عندما أن النشاط القطاع الخشبية حديثة لها نفس الكوتلها ومن نفس النمو الخشب الذي يصنع منه التنتال هو 165 بيكاري قبل ما تقرأ السؤال لكي تحول القيام النشاط الإشعائي تحول 135 بيكاري و165 بيكاري بعد أن نظر ما هو المكتوب هنا دائما الكبيرة هي أثر والأخرى أ في لحظة معينة هذه أ في لحظة معينة وهذه أثر دائما أثر وتذكر كبيرا من أ في لحظة معينة ولكن هنا ما قلت أن تشعر كبيرا ستسنتج بأن هذه أثر هي طالك هنا يعني أن نشاط خشبية حديثة حديثة يعني ما زال عدد يعني أطع غرازة نفس الكتلة من نعم الخشب نفسك نعم الخشب الذي يصنع منه التنتال حيث هى ذهة between 35 أحدد في السنة العمر التقريبي تتمثيل أحدد في السنة العمر التقريبي تتمثيل خشبي إذن لدينا العلقة ما هي التي تسمع بها أداء المتبعي ب يطرف الجنسية يجعب أن أعطيت ya و يأت nothin أئьте التي تدخلها يعني تدخل الجنسية لنقص نظرتك وشيكاين فقط كيف تخلص من الإجراء تخلص من الإجراء تخلص من الإجراء ونتقوم بتخلص من الإجراء لا تستطيع أن تحصل على هذا الفيديو حتى الأشياء سهل جدا سأقوم بحب إذا كنت أكتب معادة هذه التفتوط ويحدد نوع النشاط الإشاري سنكون هناك جزء الأسئلة إذا كانت الناس تستطيع أن تحدد نوع النشاط إذا كان المعادة تفتوط لديك الكاربون 14-67 وضعت الأزول ونت تكون الدقيقة المباعتة إذا ما هو نوع النشاط؟ هذا يكون هو بيطا مو بيطا موان تكون بعد تركيب النواة المتولدة كنا نواة المتولدة يرغزت إذا تحديد عدد كرطونات عدد نوترونات ومنسبة عدد كرطونات كنا هو التي يكون بتحت و 7 ومنسبة عدد نوترونات تحديد A نقل Z 14 نقل 7 هي 7 وحسب المحدة ميجا الكتروفول طاقة الناتجة عام تفتت مويدة الكربون 14 إذا نسبة طاقة الناتجة تحديد كتلة النواتج ناقص الكتلة المتفاعدة وتخليكوشي بلقي و ترفض 931.5 كتلة النواتج كنت كتلة أزو زائد كتلة إلكترون ونقصنا الكتلة الكربون ونقصنا كل شيء في السمية و لكن ستخرج من 1.5 ميجا ولكن ستخرج كساليبة ستخرج كساليبة لذلك قيمة متلقة لذلك موجبة تبتق الموضة المحررة مزيدا هنا بالنسبة للتأليخ بالكربون 14 كنا كنا لدينا العلاقة A نقصناق كثيرا أو A نقصناق أزونا تكون كبيرا و تخرج من A و تخرج من TNB و العلاقة TNB و تخرج من TNB و بعد تخرج من الإكسبرانسيات تخرج منهم الآن تدخل هنا العلاقة و تخرج من TNB و تخرج من 1612.5 عام عام سنة 1912.5 عام و الجواب الصحيح إذا تتمنى لكم التوفيق إلى الفيديو الجيد شكرا 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 شكرا